كشفت حركة حماس في قطاع غزة عن اعتقالها لقاتل الشهيد الأسير المحرر مازن فقهاء أحد قادة كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري للحركة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية عقد مؤتمرا صحفيا أمام منزل فقهاء قال خلاله إن القاتل اعترف بارتكابه عملية اغتيال الشهيد الفقهاء تنفيذا لأوامر قوات الاحتلال وأجهزتها الاستخباراتية مضيفا أن وزارة الداخلية ستعقد خلال الأيام المقبلة وتمرا صحفيا تشرح فيه كل التفاصيل المتعلقة بجريمة الاغتيال نعلن لشعبنا الفلسطيني لأمتنا العربية والإسلامية أن القاتل المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة ونفذ أوامر ضباط أجهزة الأمن الصهيونية أصبح في أيدي الأجهزة الأمنية ترجمة نانسي قنقر